خلي بالك أنا بجيب لك عشان تعرف كيف أساءت الجماعة الإرهابية للدين وكيف تحارب الإسلام وكل من يقف ضد الإخوان كافر وكل من يعاد الإخوان هما بيقولوا علي يعاد الدين علي عشماو كتب كده فمن أراد أن يلحق بنا يلحق بالإخوان فهو مسلم ومن وقف ضدنا فقد حكم على نفسه بالكفر يعني اللي يقف ضد الإخوان الإخوان بيقولوا علي كافر كفروا يعني إيه اقتل قتل أيوة تقتل ده في موقع آخر من يناهض الجماعة لا تترددوا أبدا في الحكم عليه بإهدار دمه من يناهض الجماعة لا تترددوا أبدا في الحكم عليه بإهدار دمه ومن يقتل يأخذ السواب العظيمة لهنا هنا عشان تبقى عارف حقيقة لهذه أنت عارف كل ده بس لازم تعرف كمان من عندهم لازم تعرف من جواهم وهو شايفك إزاي أنت التحقت بالإخوان فأنت مسلم أنت ما التحقتش بيهم أو عرضتهم فأنت كتبت عن نفسك أن أنت بقيت كافر وغير كده إهدار دمك واللي يقتلك يأخذ السواب العظيم سواب اللي بقولوا عليه المزاعم بتاعتهم سواب الجهاد الجهاد في سبيل الله وانت بتقتل واحد مش إخواني لازم تعرف ده قالوا إيه تاني يجب تأييد الجماعة في مواقع أخرى صلاح الصاوي من تخلف عن الانتماء للجماعة فإنه آثم كإثمه عن ترك أي فرض أو تكليف شرعي يا ساتر يا ساتر مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي دكتور صلاح الصاوي كتب من تخلف عن الانتماء للجماعة فإنه آثم كإثمه عن ترك أي فرض أو تكليف شرعي يعني صلا صوم عبادة فرض يعني أن أنت ما دخلتش في الإخوان طب أنت ما دخلتش في الإسلام يا سطر يا رب يا سطر يا رب معقولة الكلام ده لما تشوفوا الكلام ده الإخوان بيفضلوا الإرهاب حسن البنة عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم حسن البنة الإمام واللي يعملوا حسن البنة لا تناقش فيها واللي كتبوا حسن البنة وقالوا ومبادئ حسن البنة بنسبالهم بقول لحاجة بيفضلوه عن الصحابة رضي الله عنهم فعندهم حسن البنة أهم من صحابة النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن شاء الله نروح نزوره بإذن الله بإذن الله من 1 نوفمبر العمرة لخارج المملكة العربية السعودية فتحنها الداخل من يوم 4 أكتوبر ومن 1 نوفمبر خارج المملكة العربية السعودية إن شاء الله دول الإخوان